تحدثنا عن الجانب الرياضي والجانب الاجتماعي نذهب إلى طفرة إنشائية تحدث في النادي الأهلي ولاحظناها من خلال جولاتنا في كل فروع النادي الأهلي طبعاً رح نتكلم عنها بشكل تفصيلي ورح أيضاً هناك مختصين رح يتحدثون عنها على أرض الواقع بالصوت والصورة يعني المستشار سامح رح يكون معاناً المستشار الإنشائي لمجلس الإدارة النادي الأهلي رح يحدثنا أكثر في أكثر من فرع لكن كابتن قبل ما نتكلم عن تفاصيل أبداً تكلم عن الثورة الإنشائية والطفرة الإنشائية الموجودة في النادي الأهلي من خلال الزيارات اللي أنا رحتها لاحظت تسع لوحات افتتاح لمشاريع كبيرة هذه غير عن المشاريع الجانبية الأخرى لكن تسع مشاريع جديدة خلال ثلاث سنوات لمجلس الإدارة الحالي إذن هناك طفرة وهناك أيضاً أتصور في دعم كبير من الدولة للتراخيص ولإنشاء التراخيص والتسهيلات اللي قدمت أيضاً في النادي الأهلي ورح نتطرق فيها أتكلم هذا بشكل عام حتى عن دور الدولة من أجل دعم النادي الأهلي والتراخيص اللي أعطت لنادي الأهلي طيب اسمحني في البداية بس يا أستاذ يعقوب أن أنا أتكلم في جزئية برضو مهمة إذا كان النادي الأهلي نادي الأهلي للرياضة البدنية فالنادي الأهلي مهتم شوية بالنشاط الرياضي وزي ما احنا اتكلمنا وأكاديميات وتطوير لوائع وتطوير عقود وتطوير كل الإمكانيات دي طيب أين حق العضاء النادي والعضاء النادي دي كمان يجب أن يكون هناك تطوير دائم هناك خدمات مميزة لجميع أعضاء النادي ومش بس العضاء الكبار في السن جميع المراحل العمرية فعشان كده يمكن برضو مجلس الدارة أو التيم اللي هو من أول يوم بيشتغل بتحت عنوان كده أو استحسلوجان كده الأهلي طبعا مجلس الدارة بروحة في نادي الحمر الناس كلها من أول يوم تعهدنا أن احنا كنا نشتغل وقتنا كله للنادي رؤيتنا للنادي في أفكارنا للنادي محدش يبخى ولا بوقت ولا حاجة إلا لمساعة النادي الأهلي احنا مش هناخد النادي الأهلي منصد نادي الأهلي دي مسئولية اللي يخش مجلس دارة النادي الأهلي دي مسئولية مسئولية كبيرة جدا عليه تجاه الرياضة وتجاه الحياة المجتمعية أو تجاه الأعطاء زي ما قلتم براحل العمرية المختلفة يعني عشان كده احنا يمكن في برنامج الانتخابي بتاعنا حطنا تصورنا بالنسبة للتطور ريادي اتكلمنا فيه وتحقق منه طيبا جزء جبيه زي ما كانتش كله يعني بالنسبة ليه الطفرة الإنشائية اللي وعدنا بيها الناس قويس اعتقد الحمد لله البرنامج الانتخابي ده أكثر من 90% زي ما كانتش أكثر تم تحقيقه خلاص في الثلاث سنوات والحاجات الفضلة الصغيرة المقاية دي كلها دلوقتي منتظر برضو مفقات النهائية عشان تخلاص يعني لكن ذكرت حتة مهمة جدا النادي الاهي دايما ما بيعرفش يعني لازم ياخد ما يقدمش على مشروع إلا ما ياخد الرخص بتاعته والموافقات بتاعته لأنه هو ده المفروض من يتم يعني فإحنا اممكن كل المشاريع اللي حتى دينا فيها خلاص خدنا موافقتها الحمد لله والناس برضو الحقيقة الدولة لما بتحس إن هناك في جدية في العمل وهناك في ناس شغوفة إنها تقدم حاجة كويسة وتطور الناس كلها بتساعد طبعا وانت يعني بتخلص بقى الإجراءات دي يعني مثلا مش سال بس هنرجع له اللي هو مثلا الجراش اللي في مدية مصر مطلب كبير جدا مطلب منش عارف بقوا من أيام ما احنا كنا في مجلس الزارة من عشرين سنة مثلا كويس يا جماعة لازم نحل حتة الجراش اللي في مدية مصر مفيش موفقات بغاية ما الحمد لله رب العالمين الموافقة حصلنا عليها من خلال شهرين ثلاثة فقط حصلنا على الموافقة عشان كده العمل يعني يعني العمل مش عايز اقول كل ساعة يعني موجود في الجراش تعملية مصر والعمل ده ترى اللي يقول جراج بس المساحة كبيرة يعني جراج سبعمائة سيارة تلاتة وتلاتين ألف متر تلاتة وتلاتين ألف متر تلاتة وتلاتين ألف متر كنا لازم ناخد ما نبتديش فيه إلا ما يكون عندي موافقة فإحنا الحمد لله خدم الموافقة دي حتى بقى في بعض الحاجات برضو في الشيخ زايد لازم اخد موافقة عليها مشانا يا النادي الأهلين اخدوا موافقة عليها عشان نبتديها بتدينا خلاص يعني احنا نتكلم في ده وقت لكن الجراج ده عشان ده أمر كان بيقولك الناس من زمان يعني شيخ زايد فيه جراج داخل النادي طبعا الجزيرة عشان المساحة صعبة جدا لكن بالنسبة لمدية ناصر ان شاء الحمد لله توجد الموافقة توجد الموافقة والشغل ده وقته قائم ان شاء الله خلاله ستة أشهر من النهاردة الجراج الشغال بإذن الله 33000 متر استوعب حوالي 700 عربية خلنا نروح للجزيرة نبدأ بفرع الجزيرة والأشياء الجديدة اللي لاحظناها في الجزيرة ونتكلم عنها لو ابتدنا بالجزيرة أولا الأصوار والأبواد الأصوار بقت نقلة مختلفة الحقيقة الحمد لله تعمل الصور اللي يليق بتاريخ النادي الأهلي الأصوار اللي هي مش بس اتصرف عليها فلوس فلوس كتير مش صغيرة والبوابات اللي تعملت بوابة الجزيرة بوابة اللي على النيل مع الأصوار كاملة فاضل البوابة التانية ان شاء الله اللي عنده مستشفى المعلمين دي الشغل اللي يبتدي فيها السنة دي برضو يعني هتخلص بإذن الله السنة دي ان شاء الله قبل ما مدة المجلس تخلص يعني عشان بخلصنا كلمة الأصوار والأبواب بتاعة الجزيرة كلها تكون خلصت حفظنا على ده بس ان يباليه فيه روحه كده واحدة لكل منشئات النادي الآن الأصوار دي جابت لنا إرادات من الإصوار احنا ضغطة بيعين السنة اللي فاتت بس الصور بيعينه بخمسة ونص مليون جنيه ده الأول سنة ثم بيزيد كل سنة أو كل سنتين تقريبا بنسبة معينة فأنت هجيب تم الأصوار دي هتجيبها في ثلاثة أربع سنين أو خمس سنين تقريبا تكون تجبت تم الأصوار دي ونقلت الدنيا بشكل تاني ده بالنسبة للأصوار والوقات فيه صالة أمير عبدالله الفيصر رحمة الله عليه الحقيقة كان لازم يتم تغيير الأرضية بتاعتها كاملة يعني طبعا مع السيانة بتاعتها التكيفية وكده أعتقد ده الحمد لله تم فيه كمان صالة الكاراتي كان منشأ الموجود أو كان المكان الموجود كان في أوبن إير يعني هو كان محتاج أن يبقى الدنيا بشكل مختلفة الحمد لله صالة الكاراتي على أحدث ما يكون موجود ومنفس الروح ومنشأة بتاعت الناد الآلي كمان فيه صالة الجنباز منشأة من زمان موجودة من زمان موجودة من زمان بس كل الأجهزة الأجهزة الداخلية تم تغييرها بكامل للمحافظ أولا للأداء الفني الأعلى ثم كمان محافظة على أولادنا من الإصابات لأن كان يجب أن كل الأجهزة دي تطورت وكلها كانت جديدة وعلى أحدث ما يكون